قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع عاجل اليوم إحالة المسؤولين في موقع مدى مصر للتحقيق واختار النائب العام في حالة ثبوت المخالفات ونشر أخبار كذبة تلقى لمجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإدرار بالأمن القومي المصري من مصادر وهمية مجهولة المصدر حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصدقية وأشارت الشكاوى التي تلقاها المجلس إلى أن الدولة على لسان رئيس الجمهورية وزير الخارجية وكبار المسؤولين أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم